السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير طبعا اليوم يجينا حديقة فاطمة جناح هذه من أكبر الحديث اللي موجودة في إسلام آباد يسمونا حديقة فاطمة جناح بارك طبعا الحديقة هذه في قلب إسلام آباد هي العاصمة طبعا ما شاء الله تبارك الله من هنا سيبين لك المسجد الملك فيصل ويبين لك كذلك برأس انتورس والفلل اللي حوالينا من شاء الله طبعا هنا جنبها كلها G9 وF9 وA10 وF7 وF6 كلها حوالينا الحديقة هي طبعا في الوسط والسفارات كمان قريب منها وكذلك الدوائر الحكومية كلها موجودة جنبها طبعا بيعطيك منظر الجمال شوف المنظر كيف يعطيك على إسلام آباد فيعطيك المنظر كامل وهي خضار ما شاء الله تبارك الله طبعا هي حديقة الشباب وحديقة عوائل طبعا غير الرمضان الشباب بياخدوا روتيني يعني فيه ممشى للرياضة ممشى للرياضة يعني كبيرة مساحة كبيرة جدا يعني بيعطيك بيعطيك منظر خيالي يعني حتى تستمتع فيها كذلك يعني حتى لما الواحد لما يجي في الصباح بيسوي الرياضة والله بيستمتع ما شاء الله هو حوالينا كلها خضار ومن نفس الوقت هذه الأيام هذه أجواء روعة ما شاء الله تبارك الله يعني شيء يفتح النفس يعني هذه السنة الحمد لله ما حسينها بتعب ولا بعطش والحمد لله بفضل الله الحمد لله يعني ما حسينها بتعب طبعا زمان قلنا ما شاء الله تبارك الله يعني حديقة جميلة وكذلك فيها مواقف السيارات يجي الواحد شباب يوقفوا والعوالي يوقفون السيارات في المواقف عندهم فيها حرسات أمنية برضو موجودة حتى الواحد يستمتع في هذه الحديقة وياخد راح له طبعا جيت أنا مع أولادي وجينا نفطر اليوم الموافق 18 رمضان سنة 1444 طبعا معانا أخونا عيسى البلوجة كذلك المصور ما شاء الله تبارك الله زال الله خير يعني استمتعنا في نفس الوقت في نفس الحديقة استمتعنا واخدنا راحتنا الحمد لله الان الساعة 8 نص قبل التراويح وخرجنا وبردنا نفس الوقت يعني كانت أجواء باردة يعني مثلا نحس الأجواء الباردة بعد المغرب ما شاء الله يبدأ الجو البارد يعني لين الليل وحوالين الحديقة ما شاء الله كل أجواء باردة يعني حتى الواحد يستمتع على أجواء هذه الأيام ولسه ما شاء الله تبارك الله يعني لشوف اليوم 18 رمضان يعني ما حسينا بتعب ولا إرهاق ولا عطش نصر الله أن يوفقنا وإياكم وأن يثبت على قلوبنا على دينك